رولينغ اهلاً فيكم من جديد اه اوكي انا شقلت البداية صعبة ولكن ومجرد ما اسلك فعني اسلك يا اهلاً فيكم من جديد على قناتي فيديو اليوم زي ما هو واضح من عنوان مشترياتي الصيفية من زارة هذه المرة بتشوفون الوان مرة كثيرة زي ما هو واضح لكم وايضاً بتشوفون الوان الصيف الخرافية بالصنادل اللي جبتهم هذه المرة يعني الوان جريئة يعني ما في اسود ما في بيج لا الوان جريئة فيلا خلينا نبدأ طبعاً اكيد بحط لكم روابط كل القطع اللي اخدتها من الموقع لان كيشة شريتها من الموقع ما في شي شريتها من المحل اما اذا ما لقيت بعض الروابط فاكيد من القطع خاصة من الموقع بس ممكن تكون موجودة بالمحلات لان من زمان انا ماخذة هذه الاشياء ومن زمان مسوية طالبي يعني هاي طلبات مي وجون فيا صاح قبل لابدأ هذا الفسان بعد اخدتها من زارة اخدتها بوقت التخفيضات فما اتوقع اني القالة رابط واكيد يعني اشياء بالتخفيضات بسرعة تطير مرة حلو مرة عجبني عرفتوا بس هذا على شكل قميص واسع وفي جيوب اللونة اسود يعني اللون المريح بالنسبة لي بس خامتة شوي يعني تعتبر مو صيفية شوي ثقيلة بس حادي يعني يعني هي اللبس طبعاً القطع اللي اقدر البسها واصورها راح تشوفونها خلال الفيديو اما القطع اللي ما اقدر اصور لكم اياها فراح هنزل لكم صور توضح شكل القطعة من الموقع سو اول شي اخدت هذول التوبس مرة احب التوبس الملونة اللي منزارة اللي زي كذا اللي تكون بدونكم مرة حلوة مرة عملية وخاصة للبس اليومي هذه شوي ستريتش وفت يعني مرة تكون ضيقة بس اللي زي كذا لا تكون شوي واسعة وقطن مو ستريتش وهذه اريح بس هذه يعني ما احب البسها مثلا على تنورة وعلى بنطلون شوي حلو احب البس القطع اللي زي كذا اللي تكون خامتها شوي يعني واقفة هذا التوب عندي منه اللون الاسود حلوين فور افري داي عرفتو اللبس كل يوم او حتى تحت البلوفر بالشتاء انا هذا القطع اللي منزارة ما استغني عنها سواء كانت اللي زي كذا او اللي زي كذا قطن هذه اخدت مقاس ميديم قلت لكم انها مرة ضيقة فاخدت مقاس ميديم ومرة طلعت ممتازة بس هذا التوب الابيض اخدت مقاس ميديم زي ما تشوفون مرة واسع نفس الشي اخدت هذا التوب بس هذا افخم مني لقبل يعني هذا البسها بعزيمة البسها معت النورة كاشخة لانه اصلا خامتها حلوة ومرة مرة مرة طلع حلو باللبس وكويس اني اخد منه كل الالوان صراحة كانت جرأة مني اني اخد كل الالوان لتوب ما جربته قبل بس كويس ان اخدت كل الالوان رائع جدا رائع جدا الفت او المقاس مرة مناسب اخدت مقاس كنت خايفة ان هذه الجهة تكون نازلة شوي تعرفون هذه القصة مو احيانا تكون مضبوطة فخفت انها تكون شوي يعني فيها العفطة هذه لانه القماش الثقيل اثقل من القطن اللي قبل شوي بس لا طلع ممتاز يجنن اخدت هذا اللون الفوشي والاسود والبيج فيا اخدت هذه ثلاث الالوان والحلو فيها انه مو مرة كت تعرفتوا يعني لا شوي كي تطلع عن الكت فمرة عجبتني اخدت هذا التيشيرت هو في مننا ثلاث الوان مرة حلوين باللبس خفيفين مرة مرة انا نادرة ما يعجبني تيشيرت يكون قصتها زي كذا اللي هو فينك دائما تيشيرتاتي قصتهم اللي تكون مرتفعة شوي افضل واحلى بس هذول حبيتهم مع الاوتفت اللي تحتاد شوي تكون كشخة عرفتوا فمرة حبيتها خستنا حين بالصيف لما نلبس سلاسل كثيرة ثلاث اربع سلاسل حلو يكون هم بيانين هنا عرفتوا بس اخدت مقاسي سمول زي ما تشوفون شوي واسع تيشيرت ما في اي شي تيشيرت قطني خفيف بعد انا اموت في شي اسمه تاي داي احب قطاع تاي داي مرة احبوهم ونادرة ما القى تاي داي كذا حلو يعني مو فيك او تحسونه مبقع طريقة مو بحلوة اتوقع كان فيه منه بس هذا اللون مرة حلو اخدت مقاسي سمول واخدت هذا تيشيرت انا مرة احب قصة التيشيرت اللي تكون واسعة كذا يعني بوكس مالها شكل محدد وكروبت مرة مرة تعجبني يعني مرة تحلي اللبس بالنسبة لي انا مرة تحلي اللبس فهذا شوي كذا فيه توست يعني مو تيشيرت ابيض عادي ما ادري هذي اش اسمها هنا بس انها مرة مرتبة تيشيرت شي ثاني انه تيشيرت ساير زي البادة تيشيرت تعرفون التيشيرت اللي الحين ترندي الكتافات حينوريكم يا انا اخدت منهم طبعا بس هذا بدون الكتافات شوفوا هذا شلون الابيض واضح الكتافات فيه وطويل شوي هذا لا هذا بدون كتافات وقصير بس يعطيكم انطباع انه كأنه زي هذا التيشيرت لانه هذا القطعة تبقى على الكتف ما تتحرك ما تنزل فمرة حلولة اللي ما عاجبهم هذا التيشيرت بس يبغون تيشيرت بكتافات بس ما يناسبهم فهذا خيار بديل مرة مرة حلو يبقى اننا تكلمنا عن هذا التيشيرت فخليني اوريكم تيشيرت الترندة الحين اللي هو عادي تيشيرت قطن ما فيه اي شي بس فيه الكتافات هذه هذا الاسود وهذا الابيض في لون بعد نود مرة مرة عجبني كأني باخذة كأني باخذة اخذت مقاس سمول كلهم هذول الاثنين اللي ما عاجبني فيهم بس انهم شوي طويلين يعني عكس هذا التيشيرت هذا لا قصير شوفوا كيف مقارنة تنفي فأنا زي كده تيشيرت تناسبني زي كده تناسبني بس يعني مو مريحة هذا لا اريح اكثر فيا مرة مبساطة اننا زارة منزلين الباد التيشيرت لانه من زمان ابغاهم اخر شي بالتيشيرت يس فيه هنا كمنتوب بس مو تيشيرت المهم اخذت هذه التيشيرت الصيفية الخفيفة تعفون يعني تيشيرت هات زارة هذا التيشيرت في منه اتوقع ستة او سبعة الوان ما اتذكر بس في الوان مرة كثيرة اخذت هذا اللون مرة حابة هذا اللون على انه عندي تيشيرت نفس هذا اللون بس خمت شوي ثقيلة ما اخذت من ايسوس بس هذا لا اخمتها مرة خفيفة اخذت مقاس سمول بس لو اخذ لون ثاني ما رح اخذ مقاس سمول رح اخذ ميديم عشان شوي يكون اوسع من كده واخذت هذه التيشيرت وردي وبنفسجي ومكتوب عليهم بالبرتقالي على فكرة انا مرة مرة حابة اللون البرتقالي هذا الصيف وزارة منزلين فستين برتقالية تجنن بس للاسف ما تناسبني يعني رحت وقستهم وشريتهم بس للاسف ما ناسبوني ابدا فبحطلق بروابطهم تحت لو حبينش يكون كده على فستين برتقالية حلوة فشيكوا عليها ممكن تناسبكم ترى على فكرة الكلام غير عن اللي هنا مو نفس الكلام غير مرة هذول التيشيرتين اخذتهم مقاس سمول بس يونيفر نو يعني هذا سمول واسع وهذا سمول وشوي ضيق يعني لو اخذت ميديم ممكن يكونون زي مقاس السمول هذا مقاساتي بزارة انا جدا مختلفة يعني البس اكس سمول وسمول وميديم ومن التيشيرت للتوب اللي شوي تكون اكشخ افخم للمناسبات للعزايم اخذت هذا التوب العنابي عندي منه لون بيج مرة حلو خامتها شوي ثقيلة يعني مو خفيفة صيفية لا شوي ثقيلة بس واقفة مرتب باللبس ويجنن بشكل مو طبيعي اخر توب اخذتها هو هذا التوب لون برتقالي قلت لكم حب اللون البرتقالي حبيت الرفلز هنا فيه كوم فمبين كأنها رفلز كلها مع بعض و اف شولدر بس انا حطتها بالعلاقة كده عشان ما يطيح و كروبت بعض يعني الطول اللي انا مرة احبه فيا مرة عجبني باللبس اوكي ننتقل الحين للفستين اخذت كتفستان هذا الفستان القطن اللي يكون بهذا الشكل تي شيرت درس مرة احبهم ما استغني عنهم بالصيف هذا في منه الوام مرة كثيرة في منه اسود ابيض موف اخضر اخذت مقاس ميديم بس حبيت ان اخذ الميديم عشان يكون شوي واسع مرة حبيت لدرجة اني افكر اخذ اللون الموف منه لان درجة الموف منه مرة حلوة يعني شوي اغمق من هذي حتى الاخضر منه مرة حلو بشوف واخدت هذا الفستان مرة عجبني لما ان شفته بالموقع هم بيين لكم انه معفس بس سهولة ومش معفس يعني هذي خامته مرة عجبني باللبس حلو بعد مع واحد من الصناد اللي شريته هم كده سماوي أصبر فكده رح يطلع ستايل مرة حلو وطبعا انا احب المخطط وابيض واسود وتيشيرت درس يعني كل المقومات للفستان المريح الخفيف فيه طولة بعد حلو مو مرة قصير ولا طويل قصير من قدام وطويل من وراء وفيه فتحتين من الجوانب ومن وراء ساير كذا مو كله بالطول ساير من تحت بالعرض هذا اخذته مقاس اكسو سمول اخر فستان اخذته وهذا الفستان الاسود ساير خامته كأنه ستان حرير بس ما ادريه يعني كأنه حرير مغسول اخذت مقاس ميديم عشان يكون واسع وهنا تقدرون تعدلون على المقاس فمرة حبيت انه عشان ما يكون واسع وطايح مرة خفيفة يعني يحرفين ودي ألبسك اليوم فيه من هنا فتحة توصل لفوق الركبة انا متأكد انه هاد القطعة رح ألبسها كثير ما ادري يمكن عشان لونها اسود تنسيق اللي جاب بالي اول شيء البلايزر فعندي بلايزرز مرة كثيرة وتكون حلوة معا او حتى بدون بلايزر مع هيلز صيفي او صندل او سنيكرز او رب يكون سايل حلو اخذت هاد البنطلون مرة عجبني لونه لون الليفندر هو لون الصيف هذا مع اللون البرتقالي طبعا من الشتاء من يوم ما عرفت انه لون الليفندر هو لون الترند انا دور على بنطلون او جينز لون الليفندر مرة حبيت البنطلون ليش لانه فيه من ورا مطاط المطاط انا بالنسبة لي يرتب اللبس اكثر شي و مرة خفيف صح انه طويل بس اكيد اني بقصره فيا ما توقع فيه منه الوان لو فيه منه الوان اكيد اكيد برجع ااخذ كل الالوان انه مرة حلوة واخدت هذا البنطلون هذا يعني مو بنطلون مريح لا هو حق عزيمة حق كشخة موديلة هاي ويستد وفي حزام من هنا حسيت الحزام يعني اضاف البنطلون اضافة مرة حلوة خامت البنطلون ستان صح اني طويل علي لكن اكيد راح اقصره صراح اللون هو اللي جذبني اللي بنطلون و احس التنسيقات علي بتكون مرة كثيرة يعني ممكن البس سماوي برتقالي اخضر زيتي واذا اوغى اكون في السيف سايد لا البس اسود ابيض بيج فيا اخر بنطلون اخدته يعني شي مو جديد علي ابدا عندي منه اللون الزيتي اللون الزيتي شريته بالشتة ولبسته مرة كثير واتوقع كان الاسود موجود وقتها تعرفون لما تنبسوا بنطلون ومرة يكون مريح وحلو تتمنون انه فيه الوان مرة كثيرة منا فتروحوا وتشترون كل الالوان يا انا زي كذا يعني لما اجرب بنطلون والبسه كثير احس اقول الله لو فيه منه الوان ثانية فلما ذكرت انه فيه لون اسود من الزيتي قلت لازم اجيبة هذا اخت مقاس ميديم بنطيل اكس سمول بنطيل ميديم بنطيل سمول فستين اكس سمول فستين سمول قلت لكم يعني زارة بالنسبة لي لازم اجرب القطع عشان اعرف شو المقاس اللي يناسبني من نفس القطعة اوكي قبل ان انتقل للصنادل اخت اكسيسوريز اخت هذا الخواتم اذا تذكرون هذا الخواتم نزلت في كليكشن حصري واذكرني علقت على سناب شات وانستجرام الكليكشن يعتبر كليكشن بوهيمي صراحة القطع مو ستايلي ابدا بس حبيت خواتم ما قدرت اقاومهم واخدت هذا السلسال تفاصيل مره عجبتني يعني ميكس بين الذهبي والفضي واللولو واللولو يعني اشكاله غريبة عرفته حلو بعد لو احط معه كذا سلسال بيطلعون مره حلوين مع بعض هذا مو من مره المتد اديشن لا هذا من مره اكسيسوريز عندهم بالنسبة للصنادل اخدت هذا الصندل كان فيه منه لون اسود وهذا اللون بس مره حبيت اخذ لون جديد علي اللي هو اللون السماوي لما شفته حسيت انه مره يشبه بوتيقا مره عجبني اللون ملفت جدا حسيت مع هذا الفستان بيكون مره حلو لون جريء اخر يعني صراحة انا مو مره جريء لدرجة انه اشتري صندل اسبر بس جريء ما ادلي ليش هذا الصيف ساير ابغى الوان ابغى يعني شوز الوان شرنط الوان تي شيرت الوان بنظير الوان فمره مره عجبني مره عجبني يعني ما تخلون ايش يجنن وحلو باللبس مره هذا الكعب مره مريح يعني دائما يكون اريح من اللي نحيف مره وغير كذا قصة الهيلز من قدام مربعة وهي الترندي حاليا واصلا يعني عجبتني هذا القصة ومره حلوة باللبس اللي احبب بزارة اونلاين ان كل الاحذية لازم يكونون في دست باك واحيانا يجون في بوكس لون بنفسجي قلت لكم الوان هذا الصندل في منه ثلاث الوان ومره كنت محتارة اي لون اخذ اخذ بنفسجي وكذا الون غريب ولا اخذ النود ولا اخذ الابيض النود مره يجنن مره يجنن نود نود اعرفته الابيض لانه عندي ابيض فحسيت انه لا يعني يا نود يا بنفسجي هذا اللون مره عجبني فقررتني اخذ وكذا شكله من قدام نفس الشي قصة الهيلز مربعة اخر شي اخذت هو هذا الصندل البرتقالي قلت لكم حاب اللون مره مكتوب على اللابل هنا انه مصنوع من هاي كواليتي لذر فيعني اي تطعيجات بتشوفونها على الصندل فهي تطعيجات طبيعية لانه هاي كواليتي لذر فعادي يعني طبعا هذا الكلام هم هنا كاتبين فمن كثر ما عجبني ومن كثر ما هو مره مريح جبت لون ثاني منه هذا هو اللون الثاني لون اللفندر اللونين المفضلين هذا الصيف بالنسبة لي البرتقالي واللفندر ما اتذكر لو في بعض منه الوان بس مره مره مريح وبس بكذا كون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو عجبكم لا تنسون القناة لايك للفيديو شير للفيديو كل هالالاشياء تفيدني باليوتيوب هذا كان كل شي اشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة